مثل هكذا قانون يجرم التطبيع والاعتراب بالكين السويون اليوم كيف نحكيه على تونس وقانون تجريم التطبيع نحكيه على قيس عيد رئيس الجمهورية وموقفه من ما يحصل في غزة كيفش توصف اليوم موقف رئيس الجمهورية هذا عبرنا عليه منذ البدء نحن نعتبره أنه منذ البدء كان موقف رئيس رئيس الجمهورية وهو عبر على موقف تونسيات والتونسيين وعبر على موقف معناها الدولة تونسية وعبر على تماهي كلي بين الموقف الرئيس الجمهورية والموقف الشعبي الوطني الثوري وعبر على انحيازه التام والكلي والغير مشروط لعدالة القضية الفلسطينية وعدالة معناها الحق الفلسطيني على كل أراضيه كان موقف مشرف وكان موقف بالفعل معناها متميز أكان على مستوى واطني وإلا على مستوى عربي وإلا على مستوى دولي هو موقف بالفعل معناها النوعي في هذا الظرف اللي تحتاج فيه الأمم والشعوب إلى جهات رسمية تكون بالملأ وتكون بالوضوح وتكون معناها بالنقاة والكاملة منحازة إلى معناها شعب فلسطين وحقه على أراضيه وكل الحق الفلسطيني لأنه اليوم معناها المعركة كبيرة المعركة واسعة المعركة بشكون عندها أثار تاريخية ما هيش بشكون معركة معناها عابرة هذه معركة ستكون لها أثار تاريخية واضحة وما فماش معناها مكان للتردد وما فماش المكان للوقوف في وسط الموقف هذا الموقف هو موقف وطني ثوري منحاز إلى الشعب منحاز إلى الوطن منحاز لعدالة القضية ومنحاز لكل قضايا التحرر في العالم ولي معناها من وراء فلسطين لكل الشعوب المتحدة في العالم في المقابل الدول العربية الأخرى خاصة الدول الويزنة في القضية الفلسطينية نحكيه مصر نحكيه الأردن مثلا زوز بلدين هذو كفيش توصف مواقفهم اليوم الرئيس السيسي خاطر كفي نحكيه على تونس نحكيه قيادة وشعبا وأحزابا وسياسيين فما إجماع تام على القضية والموقف وموقف واحد ما نتنزعوش فيه هذا مش موجود في بلدين أخرى اليوم الشعب المصري كيف يخرج يقول حلمع بالرفح قول لا الشعب الأردني كذلك يطالب بفتح الحدود مش نفس التماهي بين كيما اللي عننا احنا في بلادنا في البلدين العربية الأخرى منجرة ونبدوه بمصر نحن نعرف طبيعة الأنظمة معناها الموجودة ونعرف علاقتها بالكيان السيوني ونعرف كذلك معناها الضغوطات اللي موجودة ونعرف الرهانات الجيوسياسية معناها والاستراتيجية كذلك في المناطقات المجاورة والمحافية معناها اللي فلسطين وعلى الحدود معناها فلسطين ونعرف كذلك معناها المسارات اللي معناها تأسد في خضم السراع عدايا ونعرف كم ديفد ونعرف بأنهم فما هذك معاهدة السلم لمتبادل بنيتهم لكن اليوم منجر حبي إن يقولوه سمحني معناها اليوم فما الموقف الرسمي اللي تعبر عليه الدول تعبر عليه الحكومات تعبر عليه عنظمة الرسمية وفما الموقف الشعبي نحن نعتبره أنه أغلب البلدان العربية فما هو وتناقض بين الموقف الشعبي والموقف الرسمي باعتبار تورت هؤلاء بألف خيط وخيط مع مصالح الكيان السويوني والمصالح الإمبريالية وخضوحها للهيمنة معناها الخارجية وخضوحها للهيمنة الإمبريالية بشكل عام ونعرف كذلك اللي مسألة السيادة والتحرر ذي مسألة ليست بسيطة يحملها الوطنيون يحملها من يرفع راية السيادة الوطنية وتحر من عبء الهيمنة الخارجية والاستعمار ومعناها إذلال الشعوبة دي ونهب خيراتها وهذا في هذا بالذات نحن وقت اللي في تونس نرقاه فما رفض لسياسات صندوق النقد الدولي هذا أعلان على الخروج من الهيمنة الاستعمارية عندما نرفض معناها سياسات أوروبا مع تونس وتقديم نفسها على أساس وأنها المعلم ونحن التلميذ ويجايين بشركبون للديمقراطية في هذه مسائل تتعلق بالسيادة الوطنية اليوم ما تروح علينا أكثر من أي وقت المضاء توانسا وشعب تونس وكذلك معناها السلطة في تونس هو أن تطرح القضايا الوطنية الكبرى القضايا التي تتعلق بالسيادة الوطنية الكبرى التي تمكن تونس من مناعة حقيقية لفرض السيادة الوطنية السيادة الوطنية هي سيادة اقتصادية هي سيادة اجتماعية هي سيادة غذائية هي سيادة على الثروات هي سيادة على الخيارات الكبرى فيما يتعلق بكل القضايا الوطنية التنموية والاقتصادية والاجتماعية هذه مسائل يجب أن تكون متروحة وفي العمق لأن مسألة السيادة هي صحة في الجانب وفي الطابع السياسي منها مهمة وكبيرة ياسر وهي أعلان على أنه توجه حقيقي نحو معناها استرجاع محور القضايا الوطنية ومسألة السيادة الوطنية وكذلك فما مسألة أخرى تتعلق بالنسبة لبولدين العربية ليس فرصة يا سيدي أضغطوا بالنفط أضغط بتجميد التطبيع أضغط بالمقاطعة بعض أضغط بشعبك اللي خارج للشرع أضغطوا به وكأنهم يتفرجوا في مسلسل منجرحوي نحن ما يتقالش في اللونتينة ما يتفرجوا في فيلم في هوليوهم بصراحة ما ليست لدينا أوهام على أنه معناها بش يكون في مصر وإلا في الأردن دور وطني يعني في صالح قلب الموازنات وقلب يعني التوازنات العفو في مجريات الصراع اللي يدوروا الآن معناش لكن عنا ثقة أخرى في مكون آخر اللي هو المكون الشعبي المكون الشعبي يلزم يلعب الدور متاعه يلزم يكون القوى الوطنية في مصر كما في الأردن كما في المغرب كما في العديد من البردن العربية اللي بالفعل مواقفها وازنة والتغيرات فيها وازنة اليوم في المغرب المظاهرات باهية ومهمة لكنها في مطلة يلزم تمضي إلى ما أبعد اليوم يمضي المطلب نحو معناها القطع مع التطبيع مع الكيانسوني هذا مهم ومهم جدا